اليوم هو رح يكون أول يوم بمهرجان فلسطيني الدولي وإحنا منعتز أنه يتنظم عنا فعالية بفلسطين على هالمستوى فبداية لو تعطينا وتعطي المشاهدين لمحة عن مهرجان فلسطيني الدولي شكرا أوشا على استضافة ويسعد صباحكم مهرجان فلسطيني الدولي هو من أوائل المهرجانات في فلسطين انطلقت بالعام 1993 تقريبا وميز المهرجان أنه بتم تنفيذه بمواقع مختلفة بفلسطين ولا يتكز على مدينة واحدة ونتقل من مكان إلى آخر كل عام المهرجان بشكل أساسي بهدف لكسر العزل اللي فرضها الاستعمار الاستيطان الإسرائيلي علينا كشعب فلسطيني من خلال التواصل مع ثقافات العالم وجلب ثقافات لإلنا والتعريب بالثقافة الفلسطينية هذا الهدف الأساسي بالإضافة نحاول من خلال المهرجان فتح فرصة للمشاهد الفلسطيني ومساحة للتعرف على ثقافات وفنون عالمية مختلفة مئات الفنانين من العالم شاركوا بمهرجان فلسطيني على مدار السنوات الماضية بالتأكيد ولكن خلينا نحكي عن ظروف غير اعتيادية كانت في السنوات أو العامين الماضيين يعني لربما تعثر هذا المهرجان أو تعثر قدوم ثقافات أخرى لفلسطين ما الذي سيختلف في هذا العام على صعيد الأنشطة أو على صعيد أيضا زوار أو المشاركين في هذا المهرجان يعني في العامين الماضيين للأسف لم يتم تنظيم المهرجان آخر نسخة كانت بالعام 2019 نتيجة للظروف الكورونا والجائحة فكانت ظروف على كل القطاع الثقافي في فلسطين صدقا وتأثرت أغلب المؤسسات والثقافية والفنية في فلسطين بهاي الجائحة لا اعتمادها بشكل أو بآخر على التواصل مع الجمهور بشكل مباشر ما يميز هذا العام المهرجان هو التنوع ومواقع أيضا جديدة هذا العام موجود معنا في مدينة بيت لحم بالإضافة لقطاع غزة وقرية الزبابدة أو بلدة الزبابدة في محافظة جنين فهذه المناطق غزة أصبحت بشكل دائم في المهرجان ولكن هذه المرة الأولى بيكون في الزبابدة وبيت لحم منذ فترة طويلة لم يكن هناك عروض في هذه المواقع جميل إضافة لوجود فنانين من الوطن العربي ومن أبرز الأسماء التي ستكون معنا الفنان حمزة النمري فنحت عن أهمية وجود الفنانين من الوطن العربي وحضورهم إلى فلسطين وأحياء هذا المهرجان نعم بالأساس نحن نحاول نستقدم نوع معين من الفنون المختلفة المهرجان لدي رسالة فنية والمركز لدي رسالة فنية بتقول أننا من آمن أن الفن ليس من أجل الفن هناك رسالة من وراء هذا الفن واستقطاب فنانين بقدموا شكل من أشكال الفنون الملتزمة هو واحد من الأشياء التي بنعمل فيها وإضافة للفنانة دنيا دنيا مسعود رح يكون اليوم الفتاح بعرض لجمعية بيات من الأراضي المحتلة عام 48 رح يكون العرض بعنوان جوليا وهي مجموعة أغاني من عملهم الجديد للفنانة جوليا بوتروس غدا سيكون لدينا تخريج مدرسة الدبكة على أمسيتين وهي حفلة خاصة بالأهالي ومن ثم حفلة الفنان حمزة نمرة بالإضافة إلى يوم الخميس لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية اللي ستعرض بمدينة رمالة ونحن هلأ متحدث عن العروض في مدينة رمالة تماما هذا ما كنت سأسألك عنه يعني هناك عروض في مدينة رمالة إضافة لوجود أيضا نشاطات أخرى في مدينة بيت لحم ولكن كل مدينة تبدأ في فترة معينة فنتحدث عن تواريخ أيضا لمساعدة المشاهدين إذا ما كانوا يريدون التوجه لهذه الحفلات نعم يوم الجمعة بيكون ختام في مدينة رمالة بالفنان الدنيا مسعود من مصر ننتقل بعدها لغزة فستبدأ العروض في قطاع غزة بالإضافة لبيت لحم بيت لحم فيه ثلاث ليالي في الفنان النويل الخدمان وتخريج أيضا مدرسة الدبكة مع شركائنا مركز بلدي اللي هم الشركاء المنظمين العروض رح تكون بجامعة بيت لحم في مدينة بيت لحم من ثم سيكون هناك عرض في الزبابدة في أرض لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية والختام رح يكون في قطاع غزة جميل طب العودة إلى رمالة المكان العروض وين رح يكون؟ هذا العام التنظيم سيكون بقصر رمالة الثقافي رح يكون داخلي مش خارجي زي ما تعودنا عليكم للأسف رح يكون داخلي نتيجة لمجموعة من الظروف ولكن نتأمل في العوامل القادمة نعود للحفلات الخارجية اللي بتوسع عدد أكبر لهذا الأسباب انتهت أغلب التذاكر تماما بالنسبة للتذاكر انتهت تماما يعني إذا كان في حدا حابب يحضر برمالة ما ضل في أي تذاكر؟ يعني حاليا الانتهت التذاكر للفنان حمزة نمرة بقي عدد قليل جدا للفنان الدنيا مسعود وفرقة الفرون الشعبية الفلسطينية باقي الليالي موجود في هذا التذاكر جميل يعني نفاذ التذاكر يدل على أن المجتمع الفلسطيني متعطش ومتشوق لحضور هذه الأمسيات اللي من شأنها أولا تعزيز ثقافتنا الوطنية وتعزيز أيضا دور الفن الملتزم يعني من خلال هذه المعطيات شو تحليلك لمجتمعنا الفلسطيني؟ أداش هو فعليا متعطش؟ أداش في حب لحضور هذه الأمسيات؟ يعني بالأساس الفنون والثقافة هي بتعبر عن الشعوب يعني هي مش بس مجال ترفيه فأكيد إحنا جزء من هذا العالم وجزء من هذا البشر والنظام العالمي بشكل أو بآخر بس ما يميز فلسطينيا في هذا الجانب هو يعني فيه شكل من أشكال الالتحام بأنواع معينة من الفنون والثقافة وهذا شيء جميل وما يميزه أيضا أنه التنوع بالفئات العمرية يعني هذا كمان برأيي هو شيء كثير مهم أنه فيه تنوع بالفئات العمرية المهتمة منشوف ناس من عمر 16-12 سنة لعمر 70 سنة عم بيكونوا بيحضروا العروض المتنمع تماما ومش بس هيك أيضا حتى المشاركين بالدبكة وبمركز الفني الشعبي أعمارهم مختلفة تماما يعني إحنا منبدأ مع براعن يمكن نبدأ من سنة خمس سنين تماما ويعني فيه أعمار ممكن توصل لخمس وثلاثين سنة وما بعرف إذا أكبر منيك بس أنا مني شفته مشاركين بالدبكة أنا أكد آه بيجوا بتدرب الدبكة إحنا عنا في مدرسة الدبكة بشكل أساسي تدريب لكل الفئات العمرية بمختلفة في الفئات منحكي عن حوالي 400 طفل موجودين من خمس سنوات لحد 16 عام ومن بعد 18 عام من يرغب المجال المفتوح أيضا يعني بتأكيد هذا ممكن مشجع لجميع اللي عم بيحضرونا أنت بتعمل رياضة وبنفس الوقت بتثبت هويتك الثقافية عن طريق دبكتنا الشعبية أخيرا أحب أسألك عن مشاركة فرق من مؤختلف دول العالم في هذا المهرجان هل راح يكون مشاركة لفرق مميزة؟ يعني المهرجان هذا العام تميز بموضوع المغنيين بشكل أساسي حتى كنا عن حمزة المريدونية ومسعود العروض الرقص خلينا نتحدث هي أكتر فقط لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية مشاركة معنا هذا العام نتيجة لمجموعة من الظروف المختلفة يعني أنه بعد هذا الانقطاع فكان فيه صعوبة في موضوع لسه التنقل والحضور نتأمل العام القادم يكون فيه فرق فنية رقص من خارج فلسطين مشاركة معنا أكيد يعني لربما في الأعوام القريبة القادمة راح نشاهد مشاركة لثقافات مختلفة من دول العالم ومثل ما ذكرنا هذا مهم جدا لتعزيز التنوع بين صفوف أطفالنا إضافة لخلينا نختم مع مركز الفن الشعبي والتركيز على رسالة الفن وأهمية تأسيس الأطفال على هذه القيم الوطنية إضافة لتعزيز مهارات عندهم يعني مركز الفن بالأساس هو انطلق بالعام 87 وكان واحد من أهدافه أنه يوفر مساحات ويوظف الفن والفنون والثقافة للتغيير المجتمعي يعني وهذا واحد من الرسائل الأساسية التي عمل عليها مركز الفن الشعبي خلال السنوات الطويلة الماضية حتى لما تحدثنا قليل على موضوع مدرسة الدبكة مدرسة الدبكة هي مش بس نعلم الناس حركات فنية كمان هو كيف نقدر نشتغل مع بعض كمجموعة كيف نقدر نتعامل فهناك مجموعة من الرسائل والقيم اللي بنحاول مرقها من خلال العمل مع الأطفال ومن خلال برامج مختلفة أخرى يعني في برامج إلها علاقة أيضا بالاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات في جوانب مختلفة تانية فهناك تنوع في البرامج وهناك برنامج مهم برأيي كمان هو أرشيف الموسيقى وأعتقد أنه أرشيف الموسيقى التقليدي ويمكن هو الوحيد بفلسطين اللي بيوثق الأهزيج والأغاني الفلسطينية هذا من شأنه أنه يوثق تراثنا الفلسطيني يعني إحنا منواجه هجمة شرسة من قبل الاحتلال لسرقة تراثنا وكل المدلولات التي تدل على ثقافتنا الوطنية وهويتنا وارتباطنا بهذه الأرض فمن هذا المنبر علينا أن ندعو جميع الأهالي بأنهم يربوا أولادهم على دبكتنا الشعبية على موسيقتنا الوطنية وهزيجنا ثقافتنا الوطنية أكيد شكرا جزيلا لحضرتك ومنتمنى التوفيق لألكم بمهرجان فلسطين الدولي وأن نراكم في كل عام متبيزين أكثر وأكثر أستاذ حازم أبو هلالي سيد صباحك وشكرا على وجهك معنا شكرا وسيد صباحكم